سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة هيلا نبدأ أنا أنخطبت الولد صديق أبوي وهم من قبيلة مختلفة عنا سألنا عن الولد والكل يمدح فيه وإحنا أصل لنا معرفة فيهم طبعا بدنا زيارات خفيفة ونعرف أمه وأخواته ناس طيبين ومره كويسين حتى عماتي وخالاتي كانوا يشجعوني ومتحمسين أني أتزوج يبغوني أخذ من برة يقولوا لك أريح لك من المشاكل ومشاكل القرايب وإذا على عاداتهم تقاليدهم تخذين عليها بسرعة تشوفي فلانا كأنها مننا وفينا وهي من قبيلة ثانية المهم تمت الخطبة وتملكنا وكل حاجة واليوم الثاني جاءوا وجابوا المهار وحددوا الزواج بعد خمسة شهور طبعا كان بيننا مكالمات جاي يوم الزواج كان كل شي جميل طلعت من المشغل وروحت على طول القاعة وجات المصورة وتصورت كذا صورة وبدأت الزفة كنت مرتبكة وخايفة بموت وأنا في الممرفوة قبل ما أنزف كان قدامي ستارة وشفت كذا من بين ستارة في ستة رجال لابسين بشوت واقفين على المنصة طبعا هذه العادة مي عندنا بس هو قال لي أنه هو اللي بيستقبلني للأمانة أنا كنت مرة خايفة مكفاية هو كمان أبوي وأعمامي موجودين كنت بدكي أبغى أمي أبغى أتفاهم معاها شوي بس اللي أحس فيه هاشة ورايا في غرفة العروس أسمح هاش وصراخ حتى صوت الأغاني ما عد سمعته من قوة المضاربة اللي صايرة وقفت مكاني من الصدمة وألف كذا أطالع ألاقي من أمي وخالاتي وعماتي وأم وخالاته وعماته حريم ثائين من قبيلتهم جاسين الضربون أنا وقتها في قلبي قلت خلاص مات الرجال مات الله يرحمه أسمع أمي تقول لا مستحيل تنزف مستحيل إيش الكلام هذا ما يصير ردت أمي تقول عيب فشلتونا إيش نقول للناس قالت أمي قولوا اللي تقولون إيش علينا منكم إحنا والحين بدق على أبوها يتفاهم معاكم وأنا وجهي ذاك الفيسل كذا وعيومك يطالش فيه قالت أمه هذه عاداتنا ولازم نسويها ما نقدر نلغيها وكل عيالي وعيال الجماعة كذا شمعنا ولدي أنا ردت وحدة كمان من أهل المعرس تقول هذي جزات اللي ياخذ كلمة راحت ردت وحدة كمان من أهل المعرس تقول هذي جزات اللي ياخذ وحدة مهم من جماعتنا ولا بناتنا ش كثرهم أصلا قالت أمي هذه مو عادات هذا الشي حرام ومخالف للدين قامت أمي تعطيها محاضرة طبعا أنا لرحم ما نفاهم شي وينزلوني تحلطموني اشتبوهم فيهم فشلونا اش نقول للناس وكل وحدة فيهم تمشوا تتحلطم وتقول كلمة اش طلعت السالفة طلعوا الستة رجالي اللي على المنصة أبوه وهو وأربعة من أخوانه كلهم متزوجين فهمت أن الوضع مزخرة واخوان ووجع فهمت أن الوضع مزخرة واخوانه رازين خشششهم وما أخذين راحتهم يستنوني بكل بساطة متى أنزف أي دين وأي شرع يحلل أني أنزلهم بكامل زينتي دل صادقين ولا يمزحون رجعت له الغرفة لقيت ومتصل فوق الستين مكالمة رديت قال انزلي فشلتيني هذا الأخوان يشبك مستحية هو على باله مستحية ما در عن شي واروح وسكر في وجهه وأمي كلمت أبوي وقالت له السالفة مسكين أبوي أنفجع وأمهم نزلت تعلمهم إش صار وحلف أبو الولد ما يطلعون ويقول إذا تبغى هذه عاداتنا وتقاليدنا ولا بكيفهم قلنا لا والله بكيفنا صارت سالفة بين أبوي وأبوه وأنتعت بالانفصال قبل ما أدخل أصلا حياتي الزوجية معاه والله العظيم وقتها ما حزنت قد ما أستغربت أنه في ناس عندهم العادة هذه من قوة الصدمة ما قدرت أحدد مشاعري بوقتها رجعت للبيت بفستاني وشرعتي ومكياجي انقضعت علاقتنا فيهم وما أعرف حتى كيف أنهو الزواج ليلتها والحين أنا متزوجة واحد من الجماعة وعند عيال وعرفت أنها العادة موجودة في كذا قبيلة عائلتنا مو ملتزمين بس واضح الحلل بين والحرام بين كانت واحدة من خالات تقول يلغبية كمي لزواجك انزلي وبعدها أشرط عليهم منك تتغطين تقول خلينا نكلم شيخ ونسأل لهم حرام خسروا في الحفلة ولو نزلت يمكن ما في شيء قلت مستحيل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الحين كلما رحت مكانه قابلت حريم حتى لو أنا في المستشفى وعند انتظار أسألهم إيش عاداتكم صارت عندي عقدة بس ألكم إيش عاداتكم اللي تكون حرام وللحين عندكم المشكلة يعترفون أنها حرام بس مو قادرين يتركونها انتهت القصة وبس الهين يكون وصلنا نهاية فيديل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابي خلص رمضان وأفكر اشتراك في رقم كذا في بالي أبغى أوصله وإذا أجبكم المقطع لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركوا في القناة موقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معكم رون سلام